بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم وافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأوشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن في الوطى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب الخرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكلموهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليهم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحام منه شيء إنتم إلا تكلمون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مصنفون وجاء من مقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجرا وهم مهتدون وما لي لا أعمد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلية وي يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيء ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون في لدخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفر لي ربي وجعل لي من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على الغباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهلون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخبرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يقلون واجعلنا فيها جنات من نقيل وأعناب وفجرنا فيها من الهيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحانا الذي خلق الأزلاج كلها مما تنبذ الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منهم النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى هذاك الأوجود القديم لا الشمس ينبغي لا تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلكيء يسلقون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرفهم فلا صريق لهم فلا صريق لهم بلا هم ينقذون إلا رحمة مننا ومتاع الملاحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مورغين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا شيخة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا شيخة واحدة فإذا هم جميع لدينا مفهرون فاليوم لا تعلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شور فاكهون هم أزواج في غلال على الأرائك متكرون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجررون ألما هدينيكم يا بري آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم أدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أول منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقطم على أفاههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمصنا على أعينهم فاستبقوا الصوات فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نركس في الخلق فلا يعكرون وما علمناه الشعر وما ينمغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حي ويفق القول على الكافير أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا العاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها بناف ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك فولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان وذلنا خلقناه من نطفة فإذا هو حصير مبين وغرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي غميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأطول نارا فإذا أمتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماعات هل الأرض بقادر على أن يقلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا عاد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبح هذا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعبض العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان أم مالج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بردق لا يبغيان فبأي آلاء هافان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشفت السماء فكانت وردة كالدهان سبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام سبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوصون بينها وبين حميم آن سبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مخام ربه جنتان سبأي آلاء ربكما تكذبان ذواسى أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة سوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمسن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نظاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمسن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خذر وعبقلي حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الزلال والإكرام تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي قلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الوفور الذي قلق سبع سماوات تباقا ما ترى في قلق الرحمن من تفاهت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسيا إليك البصر قاسيا وهو حسير ولقد زيننا السماوات الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يتكوا النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمعوا نعكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يكشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا أعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في ملاكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطين فوقهم صافاته ويقبر ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجود لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في ورور أمن هذا الذي يرزقكم من نمسك رزقه بل لجوا في عتوه ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشاكم فجعل لكم السماء والأبصار والأفيدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تخشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من هذا بالأليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم وورا وورا فمن يأتيكم بماء معين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشطع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشطع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم وافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فيه أعناقهم أغلالا أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمعون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباهم عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن في الوضع ونقتل ما قدموا واثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب الخرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكلبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليهم مرسلون قالوا ما أمتم إلا بشر مثلنا وما أنزر الرحمن منه شيء لنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مصنفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجرا وهم مهتدون وما لي لا أعمد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلية يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم عني شفاعتهم شيء ولا ينكنون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون في لدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من وجوده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شيخة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على الغباد ما يأتيهم من رسولهم إلا كانوا به يستهلعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الله الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحانا الذي خلق الأسلاج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومنما لا يعلمون وآية اللوم الليل أسلق منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى هادك العوجود القديم لا الشمس ينبع إله تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلكه يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن يغرفهم فلا صريق لهم فلا صريق لهم بلا هم ينقذون إلا رحمتهم منا ومتاع الملاحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مورغين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيخة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من المجدات إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا شيخة واحدة فإذا هم جميع لدينا مفهرون فاليوم لا تعلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شور فاكهون هم أزواج فيه الآل على المرائك متكرون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرنون ألم أهد إليكم يا بري آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم أدو مبين وأعبدوني هذا شراط مستقيم ولقد أول منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعكرون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقطم على فاهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمصنا على أعينهم فاستبخوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نركس في الخلق فلا يعكرون وما علمناه الشعر وما ينمغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويفق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا عاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رطوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها بناف ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان وذنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب مبين وغرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الرغام وهي غميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأقل نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماعات هل أول بقادر على أن يقلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا عاد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تتغو في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مالهم من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بردق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في الشأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السخلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشفت السماو فكانت وردة كالدهان سبأي آلاء ربكما تكذبان سيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام سبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوصون بينها وبين حميم آن سبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مخام ربه جنتان سبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاصرات الطرف لم يتمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خذر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي قلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الوفور الذي قلق سبع سماوات انتباقا ما ترى في قلق الرحمن من تفاهد فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسيا وهو حسير ولقد زيننا السباة الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعونها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها قوج سالهم خزنتها ألم يتكوا النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في غلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحفا لأصحاب السعير إن الذين يكشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات السدور ألا أعلم من خلق وهو اللطيف الحبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في ملاكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإله يتمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاشبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا من الطين فوقهم صافاته ويقبر ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجود لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في ورور أمن هذا الذي يرزقكم إن نمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أم من يمشي سويا سويا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشاكم فاجعل لكم السماء والأبصار والأفيدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيت وجوه الذي لكفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من هذا بالأليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم وورا وورا فمن يأتيكم بماء معين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشطع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشطع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم وافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا أغلالا مفي إلى الألقان فهم مكمعون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحمر في الوضع ونكتب ما قدموا واثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب الخرية إذ داه المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكلبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليهم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزر الرحمن من شيء لنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من مقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلية وي يردني الرحمن بظل لا تغني عني شفاعتهم شيء ولا يوقنون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون في لدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وفرني ربي وجعلني من المكرمين وما لنزلنا على قومه من بعده من وجوده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شيخة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على الغباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهلون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخبرون وآية لهم الله الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يقتلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحانا الذي خلق الأزلاج كلها مما تنبط الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية الله الليل أسلق منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقبر قدرناه منازل حتى هذا الرجوع القديم لا الشمس ينفع إلاه تدرك القبر ولا الليل سابق النهار وكل في فلكي يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن يغرفهم فلا صريق لهم فلا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاه الملاحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مورغين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا شيخة واحدة تأقضهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا شيخة واحدة فإذا هم جميع لدينا مفهرون فاليوم لا تظلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شور فاكهون هم أزواج في غلال على المرائك متكرون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرنون ألما هد إليكم يا بري آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم أدو مبين وأن يعبدوني هذا شراط مستقيم ولقد أول منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقتم على فاهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمصنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مغيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسوا في الخلق فلا يعتمون وما علمناه الشعر وما ينمغينه إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا عاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها بناف ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينشرون لا يستطيعون نشرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان إنا خلقناه من نطفة فإذا هو حصير مبين وغرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الوظام وهي غميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأقضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماعات هل الأرض بقادر على أن يقلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا عاد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبح هذا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعبض العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مالج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بردق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السخلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشفت السماء فكانت وردة كالدهان سبأي آلاء ربكما تكذبان سيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام سبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوصون بينها وبين حميم آن سبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مخام ربه جنتان سبأي آلاء ربكما تكذبان ذواسى أفنان سبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان سبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان سبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين دان سبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان للغاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمسن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خذر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك للذلال والإكرام تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي قلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الوفور الذي قلق سبع سماوات تباقا ما ترى في قلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسيا إليك البصر قاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بلصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقه وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج أمسى لهم خزنتها ألم يتكوا النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يكشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا أعلم من خلق وهو اللطيف القبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في ملاكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإله يتمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاشبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا من الطين فوقهم صافاته ويقبر ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجود لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في ورور أمن هذا الذي يرزقكم من ممسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أم من يمشي سويا سويا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشاكم فجعل لكم السماء والأبصار والأفيدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تخشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذي لكفر وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من هذا بالأليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيكم إن أصبح ماءكم وورا وورا فمن يأتيكم بماء معين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشطع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشطع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر